أي مع السلمية برضو ما بتجوز لأنه إذا بتبدأ بتقول سلمية طيب الأدلة على إنه السلمية ما بتجوز شنو؟ باختصار شديد جداً السلمية بيمرقوا يقولوا شنو؟ بيقوا مرقوا يقولوا دائرين حقنا صح ولا ما صح؟ دائرين حقنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان يعني دار تنصح زهل عنده سلطان الشريعة ما قالت لك ما تنصحه بل التنصحك له دا من الدين والرسول قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يعني ظالم دا أفضل الجهاد تقول للحق لكن عنده دي قاله ظرفية يعني قدامه في وشه فما بجوزت في الملأ تمشي تشهر به لكن تلاقي براه هو في نفسك وتناصحه يقول لك يا مهلا أنا ما قادر أقابله توصي الزولة لبقابله يقول لك أنا ما قادر أقابله توصي الزولة لبقابله يقول لك برضو وصينا وما وصلت بعد ذا الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب الرسول قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية مش الكلام دا واضح جدا فلا يبده علانية لا سلمية ولا غير سلمية وليأخذ بيده وليخل به شوف الكلام دا مؤكد كيف فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه وبعد هنا جماعة الله قال في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون قالوا السعيد من اتعظ شنو بغيري نشوفنا تلما تمشي تناصح في الملأ وما فزول بهم أصلا الخراب بيبدأ بمظاهرات سلمية سلمية دي التمشيط هي حرام أصلا بعد شوية بخشوا ناس بتاهم فوضوا بعد شوية بحرقوا لساتك بعد شوية في دكاكين جنبهم بعد شوية ووق بعد شوية اشتباكات بعد شوية الدم بعد شوية موت وفي النهاية الحال في حال بل الناس عصت الله سبحانه وتعالى واجب على الناس أن لا يخرجوا لا سلمية ولا غير سلمية ترجمة نانسي قنقر